في الصحة والجمال لون جديد للحياة في الصحة والجمال يستنى شاهدنا الدنيا حكيم عيون مراكز الدكتور ريسام حسن لجراحات العيون والليزك خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي أحدث وأكبر مركز متخصص في جراحات العيون والليزك في قلب مصر الجديدة وحدة تصحيح الإبصار بالليزك أحدث وأدق جهاز في العالم لتصحيح قصر النظر وطول النظر والإستجماتيزم والحاصل على شهادة الـ FDA الأمريكية وهي أعلى شهادة جودة في المجالات الطبية ولأول مرة في مصر وحدة الأيدسجن لتحديد أدق عيوب القرانية وإصلاحها بتقنية الـ Custom View للحصول على أفضل رؤية Supervision والمعتمدة لدى وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا والتي تمكنك من الرؤية أفضل من النظارة بصورة ملحوظة بالإضافة إلى كاميرا التصوير الخماسية Pinta Cam لإعطاء أعلى نسبة أمان تخلص من نظاراتك الطبية إلى الأبد وشاهد العالم بشكل جديد وحدة جراحات العيون المتقدمة غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لجراحات المياه البيضاء والزرقاء وزرع العدسات وعلاج القرانية المخروطية بالليزر والأشعة الفوق البنفسجية عمليات زرع القرانية عمليات الحوال للأطفال والكبار جراحات الشبكية والجسم الزجاجي وتجميل العيون والجفون وحدة الليزر العلاجي الأرجون ليزر لعلاج أمراض الشبكية والارتشاح السكري ونزيف الشبكية الياج ليزر لعلاج الجلوكومة ومسح العدسة بعد عملية المياه البيضاء وحدة فحوصات العيون المتطورة الموجات الصوتية للعين تطوير قاع العين بالسبغة الأشعة المقطعية للشبكية والعصب البصري مجال الإبصار بالكمبيوتر مقاس عدسة العين لعمليات المياه البيضاء تصوير القرانية وقياس سمك القرانية فحوصات الزرع العدسات ولأول مرة في مصر وحدة علاج أمراض العيون بالخلايا الجزعية فريق عمل متكامل ومدرب على أعلى مستوى من أخصائيين البصريات وأطكم التمريض لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eglesic.com مركز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك مستقبل علاج ضعف الإبصار الآن في مصر 011-16-66 88-9 011-15-70-157 26-57 60-640-5 60-18- رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم في حكيم عيون حيث تكون الحكمة أولا في حكيم عيون بنقدم لحضراتكم أحدث ما توصل إليه العلم في مجال طب وجراحات العيون من خلال مجموعة من الحلول المتكملة لإصلاح عيوب الإبصار منها الحلول التقليدية زي النظارة والعدسات اللصقة ووسائل حديثة لعلاج ضعف الإبصار زي الستاندرد ليزيك والكاستام فيو ليزيك والفيمتو ليزيك والفيمتو سمايل ليزيك والفيمتو كاترك وزرع العدسات بالموجات الصوتية والفيمتو ليزر وعمليات زرع القرانية بدقة عالية وعلاج القرانية المخروطية عن طريق زرع الحلقات أو تثبيت القرانية عمليات حقن الجسم الزجاجي والشبكية وعندنا أحدث ما يتوصل إلهي العلم في علاج أمراض ضعف الإبصار الشديد وهو وحدة زرع الخلايا الجزعية بالتعاون مع الجامعية المصرية لزراعة الخلايا الجزعية النهاردة هنكلم حضراتكم عن الرحلة اللي بيمر بيها المريض عشان نقدر نصلح له عيوب الإبصار من أول ما بيجي يشتكي في العيادة في غالب الأمر بيجي المريض بيشتكي أنه هو ما بيشوفش كويس والمريض ده إما يكون بيستخدم نضارة طبية أو عدسة لسقا قبل كده الحلول التقليدية اللي احنا قلنا عليها أو كان عنده مشكلة أخرى في العين هنتكلم عليها في نهاية حلول ضعف الإبصار أول حاجة في العيادة إحنا عندنا أجهزة بسيطة كده اسمها جهاز فحص قاع العين اللي هو السليت لامب أو الميكروسكوب الفحصي أو الميكروسكوب الشقي وده جهاز عبقري بنقدر من خلاله نحدد كل أمراض العين من أول القرانية لحد العصب البصري وعندنا جهاز مشهور جدا كل الناس تعرفوا هو جهاز الكمبيوتر الخاص بقياس حدة الإبصار لو تكرم مخرجنا بعرض أول صورة من الصور ديت طيب طيب إحنا معانا فاصل وبعد كده هنرجع لحضراتكم تاني ترجمة نانسي قنقر في الصحة والجمل سنعود خلي سنعود حان الآن نوعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده اشتركوا في القناة في الصحة والجمل آه عدنا عدنا ليكم هنا عدنا اشتركوا في القناة ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ما حكيم عيون واحدث وسائل علاج ضعف الابصار ويمكن لحضراتكم التواصل معنا سواء من على الارقام اللي بتظهر على الشاشة او من خلال موقعنا www.eglasic.com او من خلال صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com النارده بإذن الله هنتكلم مع حضراتكم عن الرحلة اللي بيمر بيها المريض عشان يصلح عيوب الابصار اللي عنده او نحدد المشكلة ونقدر نحلها الصورة الاولانية بتوررنا الاجهزة البسيطة اللي موجودة عندنا في العيادة والاجهزة دي تعبار عن جهازين جهاز الكمبيوتر اللي هو على يمين الشاشة اللي بيقوم بتحديد قدرة الابصار وجهاز الميكروسكوب اللي بيحدد لنا اذا كان فيه اي مشكلة اخرى في العين هي ان ممكن المريض ييجي بيشتكي من ضعفه في الابصار لكن قصته ما تطلعش انه محتاج نضارة او عدسة لسقة او حتى عملية تصحيح نظر هنتعرف بعد شوية على تقريبا تركيب اجزاء العين المختلفة وهنعرف ان ممكن كل جزء فيه يصاب بمرض وكل مرض ممكن يأثر على الرؤية وكل مرض وعلاجه مختلف تماما عن العلاجات التقليدية اللي احنا متعودين عليها الصورة اللي بعد كده انا جايبها لحضراتكم النهاردة عشان نتطمن على عيوننا يعني ايه يعني احنا هنعمل اختبار للنظر لكل الناس دلوقتي وهي في بيوتها معلش لو مخرجنا تكرم يسيب الصورة دي حوالي دقيقة او دقيقتين باطلب بس من السادة المشاهدين ان هما يبعدوا شوية عن شاشة التلفزيون ونبدأ نقفل العين الشمال وكل واحد طبعا انا جبت الثلاث لوحات جنب بعض على الاساس ان كل واحد حسب اللي بيعرف يقرأ او اللي ما بيعرفش ممكن يستفاد من هذا الاختبار هنقفل العين الشمال وعن طريق ان احنا نقدر نقرأ الاسطر بدءا من فوق لحد اخر سطر اللي هيقدر يجيبهم كلهم من مسافة ثلاثة متر في اقضاءة كويسة ده معناه ان قدرة العين عنده كويسة اذا كان عنده بعض الصفوف مش بينين كويس في الحالة دي معناه ان العين اليمين عنده فيها ضعف هنقوم بتغطية العين اليمين دلوقتي ونعمل اختبار للعين اليسرى ونشوف هل مستوى الرؤية في العينين زي بعض ولا لأ ده كنوع من الاطمئنان البسيط اللي ممكن به نفتح اعين الناس ان فيه مشكلة ممكن يكتشفوها في العين فعاوزكم النهاردة تخرجوا من الاختبار دوت عارفين بصورة مبدئية انت شخص سليم يعني قدرة الابصار عندك كويسة ولا عندك مشكلة معناه اتصال السلام عليكم عليكم السلام اتفضل يا محمد لا يا دكتور اتفضل يا محمد الحمد لله بقولك يا دكتور انا عندي كنت عابل انفضار شبكي في خلال شهر ونص مرتين من شهر ونص ولا في خلال شهر ونص لا في خلال شهر ونص مرتين من امتى كده يا محمد بعد كده النتيجة انك اعطاني الارتفاع في ضغط العين عمستمر اعطل الارتفاع مع شبورة جامدة جد من متليف في الشبكية طيب احنا انت عامل الفحوصات بتاعتك يعني معاك اشعة الموجات صوتية ورسم الشبكية وكده عملت كل الاشعاعات وكل الدكات الاسبت اني عندي التليف جد اللي هو مش معشوف منه في جد من العين وجد اتاني مش شبورة جامدة على طول طيب انت معملتش حاجة اسمها حقن مادة كده بتتحقن جوه العين اسمها او اليوسينتس عشان التليف انا بتكلم مش عشان الانفصال انا بتكلم عشان التليف انت منين يا محمد تقدر تشرفنا هنا في مصر ان شاء الله لها علاج بعد وضع تشخيص تام يعني احنا لازم نحط ايدينا على النقطة اللي عاملة مشكلة حكاية انك حاسس بشبورة بعد عملية انفصال ممكن يكون زيت السيليكون عشان بيعمل تأثير مؤقت بيرفع ضغط العين ممكن لما يتشال لو كان مسبب اي مشكلة في العين ممكن تتحسن لو حصل لك مية بيضة او مشكلة في القرنية ممكن نعليجها لكن لقدر الله لو في تليف في مركز الابصار هنحتاج زراعة خلايا جزعية دي قصة كبيرة جدا لو بعيد عن مركز الابصار ما بيأثرش عن رؤية او لم أثر عندي عن رؤية خالص يبقى فيه سبب تاني محتاجين نوصلوا يا اما حضرتك تبعت لنا الفحوصات بتاعتك على البريد الالكتروني وانا هراجعها واكلم حضرتك او ارد عليك او انك تشرفنا ان شاء الله واقولك اذا كانت المشكلة دي لها حل هنحتاج حاجة اسمها تصوير الشبكية بالسبغة حاجة اسمها فلورسين وحاجة اسمها الاو سي تي او الاشعة المقطعية على الشبكية واشعة موجات صوتية ابعتلي التلت فحوصات دول وانا ان شاء الله هرد على حضرتك لو في اي امل والامور ممكن بازن الله تستقر هقولك تشرفنا واحنا هنتدخل بازن الله ونحل لك المشكلة دي نحت امرك يا محمد نرجع لحضرتكم معلش هنرجع تاني للصورة رقم التلاتة الصورة رقم تلاتة اللي هي فيها فحص اختبار قدرة الابصار في الاطفال لان دي حاجة مهمة جدا احنا بدقين العام الدراسي ان شاء الله كل سنة وانتو طيبين الاسبوع الجاي وعاوزين واحنا مدخلين ولدنا نبقى متطمنين بازن الله شايفين كويس عشان مستوىهم في المدرسة ما يتأثرش الاختبار اللي جاي الصورة رقم تلاتة اللي فيها اشكال ويقفل العين الشمال وبابا او مامته يحاولوا يقربوا من الشاشة ويشورولوا له على الاشكال نبدأ من فوق خالص وتدرجيا لحد ما نوصل لتحت اذا كان الطفل واع وعارف كل الاشكال معنا ان العين دي سليمة نعمل نفس الاختبار في العين التاني لو كان الطفل ده اكبر شوية ندخل المدرسة وعنده دراية بالحروف ممكن نستعين باللوحة اللي على الشمال اللي هي فيها الحروف دي برضو هنعمل اختبار لكل عين لوحدها دايما عاوز اعلم الناس ان احنا عندنا العينين شغالين في نفس الوقت فمحدش يحاول يعمل اختبار بعين الاتنين لازم كل عين تتشايف لوحدها احنا سعاد بيجي لنا ناس كتير قوي قولك وانا بدعك في عيني اليمين فجئت من العين التانية مش شايف وده للأسف الشديد لو جيم اتأخر شوية وكان فيه كسل في العين هلاجها بيبقى صعب احنا دلوقتي بنوفر لكم وسيلة سهلة خالص كأنك بتكشف جوه عيادة الدكتور بالزب ونعمل اختبار بسيط جدا نتطمم به ان شاء الله لو كان عين الطفل سليمة مفيش فيه مشكلة يبقى احنا كده عندنا ميزة كويسة جدا احنا قلنا ان علاج ضعف الابصار في الاطفال لازم نلبسه نضارة لو كان الطفل عنده ضعف في عين كبير جدا وعين متوسط او صغير ينفع نعمله تصحيح نظر رغم ان سنه لسه معداش 18 سنة احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن حلول ضعف الابصار واتكلمنا عن الليزك وقلنا ان من ضمن شروطه ان يكون السن 18 سنة معادة لو طفل صغير وكان عنده ضعف جميد جدا في عين اكتر من التانية احنا بنخاف من حدوث حاجة اسمها الكسل الوظيفي فبنعمله تصحيح نظر حتى لو كان سنه 6 او 7 او 8 سنوات وبعدها بنعالج عن طريق اغلاق العين السليمة فاربع ساعات كل يوم لمدة مثلا 6 شهور تبدأ العين اللي كانت ضعيفة دي تشتغل ويعيش العمر كله ان شاء الله الرؤية عنده في النحيتين متساوية يبقى احنا كده بنتكلم في الحلول التقليدية لعلاج ضعف الابصار يعني خلاص دخل المريض وتشخص ان هو عنده ضعف في النظر اول حل بنعرضه عليه هو النظارة والعدسات اللسقة الصورة اللي بعد كده والنظارة طبعا دي حاجة شائع جدا وناس كتير جدا بتستخدمها بقالها سنين وبعد كده زاد عليها موضوع العدسات اللسقة بداية من الثمانينات وقاعدت يمكن استخدامها زاد بصورة ملفتة جدا لحد السنوات الاخيرة لحد ما دخلت بعد كده التكنولوجيا الاحدث ليه في ناس كتير مش بتحب النظارة اولا النظارة الى حد كبير بتسبب بعض الاحراج للناس وخصوصا السيدات او الانسات الصورة اللي بعد كده مش عاوزين الناس تتحك لا هو في بعض الناس بيعتبر انه شكله بالنظارة مش لطيف او مدايقاه يقولك النظارة ده انا الاطفال بيقولولي يا بربع عيون ده انا زملائي بيديقوني ده انا واحدة اتقدم لي عريس ولما شافني بنظارة سابني ومش كل الكلام ده بنسمعه كتير جدا عشان كده بدأت الايراء او الحب الشديد للتخلص من النظارة الطبية وده اللي ساعة العلم فيه في السنوات الاخيرة وحصل طفرة رائعة من اواخر التسعينات حتى سنة 2014 لحد ما دخلت تقنية الكاستام فيو وتقنية الفيمتو ليزك والفيمتو سمايل اللي عملت طفرة في مجال اصلاح عيوب الابصار فاصبح لكل واحد حلم انه يخلص من النظارة دلوقت الفرصة قدامه كبيرة جدا سواء جرب العدسات وما مشيتش معاه او النظارة مدايقاه لان مجال الرؤية بتاعها مضغوط داخل العدسة بس ما بنقدرش نشوف من اطار الخارجي سواء شكل النظارة مش مقبول تقيه لو مسببالي تعب مع بعض الناس اللي اعمالهم بتكون عنيفة شوية ممكن تسبب ازا مع بعض الاطفال اللي بيجروا بيلعبوا رياضة وعاوزين يتمتعوا بحياتهم برضو النظارة وبتبقى عائق كبير فالي حد كبير دلوقتي احنا بنتكلم على احدث تكنولوجيا وهي تكنولوجية اصلاح عيوب الابصار اول خطوة في اصلاح عيوب الابصار ان احنا حددنا عيوب الابصار سواء قصر النظر او طول النظر او الاستجماتيزم وقلنا للمريض ان ده يصلح يعني لازم حدود معينة مش كل الناس بينفعله يعني مش كل واحد دخل العيادة وجاي يقول انا عاوز اعمل ليزك هنقوله تعالى ده احنا هنعمل لك لأ ده انت لازم تنطبق عليك شرط قلنا شرط من شوية السن فوق 18 سنة وحدود معينة لقصر وطول النظر والاستجماتيزم اللي بنحددها عن طريق قياس الكمبيوتر وبعد كده الاختبار اللي عملناه من شوية على العلامات ده وان شاء الله نجحنا ان احنا نحصل على رؤية جيدة هي دي نفس الرؤية اللي هيشوفها المريض سواء بالنظارة او بالعدسة هي نفس الرؤية اللي هيحصل عليها لما يعمل عملية الليزك لأ ده احنا دلوقتي عندنا تقنية احدث بتخليك تشوف سوبر فيجن او ايجيل فيجن او رؤية فائقة الجودة اعلى من رؤيتك بالنظارة دي بيحصل عليها 98% من اللي بيعملوا عملية الليزك وتقنية الكاستام فيو الرسم اللي جاي او الصورة اللي جاية بتوري لنا حاجة اسمها اجهزة فحص قرانية العين اللي هي البنت كام او الكاميرا الخماسية الكاميرا الخماسية هي واحدة من احدث وسائل تشخيص امراض القرانية لان كان الرسم التوبوجرافي العادي بيطلع لنا عيوب سطح القرانية الامامية فقط اما البنت كام فبتقدر تطلع لنا العيوب الامامية والعيوب الخلفية وبتطلع لنا سمك القرانية درجة ان احنا بقينا نقدر نشخص مرض اسم القرانية المخروطية قبل ما يحدث بفترة طويلة جدا احنا زمان القرانية المخروطية دي كنا بنعتقد انه مرض نادر او قليل اكتشفنا بعد تكنولوجية البنت كام والاي ديزاين انه هو حاجة شائع جدا وبنشوفها كتير جدا درجة ان عدد اللي الاسف بيطلع لهم ما ينفعش ليزك عدد طلع كبير قوي وده مش عقاب ليهم لا ده المصلحتهم لان مرض القرانية المخروطية من الامراض الخطيرة فالبنت كام دي وسيلة حديثة جدا واحنا بفضل الله عندنا كمان احدث جهاز بنت كام اصدار سنة 2014 ومعاه وحدة الاي ديزاين اللي بتطلع عيوب القرانية غير قصر النظر وطول النظر والاستجمتاز الصورة اللي بتطلع لنا احنا عملناي لك تصوير الصورة دي الصورة دي بتشتغل بحاجة اسمها الشينفلو الشينفلو دي كاميرا بتقدر تصور كل قرانية العين من الامام ومن الخلف وبالتكنولوجيا عالية جدا ومعنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم سازة زوزو تفضلي سلام عليكم الساسة زوزو تفضلي قطع الاتصال الصورة اللي بعد كده بتصور سطح العين وبيبيلنا إذا كان فيه مش السورة لبعد دية بتوري لنا إذا كان فيه مشكلة في سطح العين بتطلع الألوان زي ما حضراتكم شايفينها مالية للون الأحمر أو الروز أو الألوان دية ده معناه أنه هو عنده حاجة اسمها القرانية المخروطية القرانية المخروطية هي تغير في شكل قرانية العين من الشكل المحدى بالتقليدي الأملس إلى شكل القمعة أو الكون أو المخروط وده بيؤدي إلى مرض اسمه الأستجماتيزم غير المنتظم يحس المريض أنه في خلال 3 أو 4 شهر غير أنه الضارة بتاعته أكتر من مرة أو أنه مش مرتاح كان لحد فترة قريبة بمستخدم حاجة اسمها العدسات الصلبة كانت إلى حد كبير بتتأقلم بعض الناس عليها هي لها مشاكل كتير لكن كان بتخليهم يحصلوا على رؤية جيدة لكنها ما كانش بتوقف مشكلة القرانية المخروطية لدرجة أنه كان بتوصل لمرحلة يحصل فيها عتامة على قرانية العين وبعد كده نلجأ لزرع القرانية أما الآن فعندنا وسائل حديثة جدا لعلاج القرانية المخروطية بتتوقف على الفحوصات اللي طالعة من البنتكام إذا كان سمك القرانية يسمح أن احنا نعمل حاجة اسمها surface application أو الPRK أو التصليح السطحي لأن الأستجماتيزم ده بيعمل تغير كامل جدا في الصور فاحنا بنغير الأستجماتيزم أو بنقلله جدا عن طريق الليزر وبعد كده بنعمل حاجة اسمها crosslinking أو تثبيت القرانية ومعنا اتصال السلام عليكم شيرين اتفضلي شيرين أنا سامعك طيب انقطع الاتصال يبقى قصة القرانية المخروطية بعد ما بنعمل البنتكام أو بنصور بتتوقف على سمك القرانية بنعمل حاجة اسمها essence protocol أو تصليح جزئي للأستجماتيزم مع تثبيت ده بيخلي المريض يحصل على رؤية معقولة وثبتة لكنه مش هيستغنى عن النظارية عاوزين نوضح الفرق ما بين تصحيح النظر وبين علاج القرانية المخروطية تصحيح النظر يعني المريض جاي عاوز يخلص من النظارة لكن لو اكتشفنا ان عنده القرانية المخروطية نقوله لا معلش احنا دلوقتي في مرحلة ما فيهاش اختيار احنا المصلحتك عشان الامور ما تفلتش ونوصل لعتامة ونزرع قرانية لا احنا دلوقتي عندنا طريقتين نقدر نعالج بيهم القرانية المخروطية اما عن طريق الPRK مع الكروس لينكينج أو الليزر السطحي مع الكروس لينكينج أو التثبيت او حاجة اسمها زرع الحلقات بالفينتوليزر ودي حاجة بنستخدمها لما بيكون سمك القرانية الليل او وصل ضعف النظر لرقم كبير جدا في كلا الاحوال احنا بنعرض بعد كده سطح القرانية لحاجة اسمها الاشعة فوق البنفسجية مع سبغة الريبوفلافين دي بتخلي قرانية العين صلبة جدا وقوية بيحس ان بعد كده مستقبلا ما يصابش المريض تاني بموضوع تغير في قرانية العين اللي هو يرجع تاني القرانية المخروطية بنتكلم النهاردة عن الليزك يعني كحل من ضمن الحلول قلنا انه هو عبارة عن تشكيل او تغيير سطح قرانية العين بواسطة الاكزايمر ليزر عندنا كذا نوع من الليزر مستخدمه في العيون منهم الاكزايمر ليزر اللي مستخدم في تصحيح عيوب الابصار وكلمة ليزك هي اختصار لجملة بالانجليزية معناها اعادة تشكيل قرانية العين بواسطة الليزر ليست ليزك تساوي ليزر الليزر هو استخدام نوع من الليزر داخل عملية الليزك الليزك قلنا له شروط السن 18 سنة طيب نكمل معاكم بس مع هذا الاتصال سلام عليكم امم احمد اتفضي لي فن اي امم احمد اتفضي لو سمحتك عايزة اتقل عندي بنتي عمرها عشر سنين عندها نسبة دمور الدمور ده سبب وإيه هي مولودة بي ولا جالها بعد كده اه مولودة دي عيد خلقي في عين واحدة نعم في عين واحدة ولا في العينين لا هي ما يعتبر كثيفة ما بتشوفش عمرها عشر سنين عشر سنين بكنت عايزة اسأل عن موضوع زرع الخلايا الجزعية اللي ينفع لحاليتها اه ان شاء الله من ضمن الحاجات اللي بتتعالج هي احنا عندنا خمس امراض بنعالجهم بالخلايا الجزعية من ضمنها دمور مركز الابصار أو تلايف مركز الابصار سواء كان وراسي او مكتسب بعد كده مع تقدم العمر بس طبعا هنحتاج شوية فحوصات مهمة جدا يعني برضو عشان ما يبقاش الموضوع مطلق اه انا بدل حضرتك امل بس مش عاوزين نفرح زيادة عن الزوم في فحوصات هتتعمل الاول تقول اذا كانت تنفع او ما تنفعش اذا شاء السميع العليم وتنفع ان شاء الله هنعملها لحضرتك وتستفاد بإذن الله حاولي تتواصل بس مع المركز او مع السكرتاريا وهم هيدل حضرتك معاد ان شاء الله عشان نكشف عليها ونحدد مشكلات شكرا لك يا امو احمد يبقى دلوقتي الليزيك قلنا انه هو عبارة عن تغيير في سطح قرانية العين التغيير ده معنى ايه احنا الناس اللي عندهم قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم قرانية العين دي بتمثل جزء كبير جدا من المشكلة لان هي اول حاجة بتستقبل الضوء وهي ليها جزء كبير جدا من القدرة انها تجمع الصورة على الشبكية في الشخص الطبيعي الصورة دي بتنزل بالزبط على مركز الابصار الناس اللي عندهم قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم بتنزلوا الصورة في مكان تاني مختلف اعادت تشكيل سطح قرانية العين بيهيأ قرانية العين انها تنزل شوية الضوء او الصورة على الشبكية فيستغنى الشخص ده عن النظارة او العدسة اللي كان بيستعين بها عشان يشوف كويس يعني هو بيقدر يشوف كأنه لابس نظارته او العدسة بتاعته من غير نظارة والعملية دي عشان يبقى الكلام فيها واضح مدى الحياة بمعنى انه هو لو استغنى عن النظارة يعني لو طلعت الفحصات بتاعته كويسة وانطبقت عليه الشروط وعمل الليزك مفيش حاجة اسمها الليزك رجع تاني لكن مع تقدم العمر وارد ان اي حد يصاب بمشكلة اخرى بعيدة عن ضعف النظر يعني ايه يعني انا لو لابس نظارة وسني بقى مثلا ستين سنة وعندي سكر وجلم ويا بيضة هل ده معناه ان العملية فيها مشكلة او النظارة فيها مشكلة لا ده قصة مختلفة خالص يبقى مع تقدم العمر بتحصل تغيرات من ضمن التغيرات دي ان بعد سن الاربعين معظم البشر بيلبسوا نظارة اسمها نظارة قراءة فلان الشخص اللي عمل الليزك تحول من شخص ضعيف النظر الى شخص سليم فبيحتاج زيه زي اي شخص سليم نظارة اسمها نظارة قراءة يعني لو جالي واحد عنده ستين سنة وعاوز يعمل الليزك هنستغنى عن نظارة الماشي اللي هي مثلا قطناء ستمانية لكنه هيستخدم نظارة نظر اسمها نظارة قراءة من المصحف والجرنان والموبايل واذا كان شغله فيه اي اعمال ادارية او كتاب او حتى تصليح او فاك بتبقى نظارة مثلا زائد اثنين ونصف فده مفهوم اعتقد ان احنا طيب معانا اتصال سلام عليكم عزيزي السلام اتفضلي فن ايو انا انا بصير ماذي انا بسكة بصير من عالي لما ايدي اذاكر بطورة المذاكرة بحثنا يعني كلام رب معرفش معرفش ايه كويس سني كم سنة؟ لمطورة المذاكرة 14 كنت لابسة نظارة قبل كده لا مالبسة طيب اول حاجة في سنك لازم طبعا عشان نتطمن انه مفيش ضعفة في النظر طيب انت عملت الاختبار اللي احنا قولنا عليه من شوية نعم عملت الاختبار اللي ازهرناه على الشاشة اللي هو بتاع ضعفة النظر اه عملته قفلت عني السمال بس حاست يعني الكلام من تحت ولا طورة من تحت لقد تصليصها كويس ده معناه ان انت ده معناه انت كويس يبقى احنا استفدنا كده من الاختبار وعرفنا ان احنا عندنا ضعفة في النظر في سنك لازم قبل ما تبدأ الدراسة ان شاء الله ماما توديك لأي دكتور او تشرفين ان شاء الله هنعمل حاجة اسمها كشف نظر بالكمبيوتر واذا كنت محتاجة نظارة هنعملها لك لحد ما يكمل سنك 18 سنة ان شاء الله وبعد كده نعملك تصحيح نظر طب اصرفكم يعني سن اجي انت مين انت لكنتك مش قاهرية انت مش من قاهرة صح انت من سهاج طيب عندكم في سهاج انت مش محتاجة تيجي المشوار ده كله عشان كشف نظارة ممكن عندكم ده كترة كويسين جدا في سهاج ولو ان شاء الله حبيتي تيجي في مصر احنا في مصر الجديدة ان شاء الله تشرفين في اي وقت والارقام موجودة ان شاء الله تقدر تكلميهم في اي وقت الارقام اللي ظهر على الشاشة طيب يبقى هنكمل مع حضراتكم تاني قلنا ان الشخص بيتحول الى شخص طبيعي والشخص طبيعي بيحتاج نظارة قراءة بعد سن الاربين فاذا كان الشخص جالي وهو عنده عشرين سنة خلاص هيقعد اكتر من عشرين خمسة وعشرين سنة مش محتاج ولا نظارة ولا عدسة ولا اي حاج خالص لكن لو جالي وهو عنده خمسة واربعين هيحتاج نظارة بسيطة جدا اسمها نظارة قراءة لازم الكلام ده يتحط في الحزبان احنا بتتكلم بمنتهى الامانة عشان الناس ما تتخدعش وما تتفكرش انها خلاص انا استغنيت عن النظارة طب ارجع استغني من النظارة تاني ليه يا دكتور هو ده القعدة يا فندم هو ده الاساس معنا اتصال السلام عليكم عليك السلام عليك السلام عليك دكتور اهلا نفنم ازاي حضرتك قال له دكتور ايوا سمعك اتفضل انا دكتور عندي 48 سنة تمام وطول عمري كنت بعيس النظر برئيس 6 عرفتك طيب ما شواء اللهك وعيس بقالي سنة بس دكتور كده او معلم سنة بحس ان فيه طوخة وعناية حرقان بسيطة في عناية ودهت نظر يعني فقالي يعني يعلم سنة بجرأ الكلام مثلا في الجرنال او في الكتاب لاجم اقربه عن بعض عشان اشوف الكلمة طيب يا فنم ده كلام بسيط احنا لسه بنقول من الشخص الطبيعي اللي عاش عمره كله ما استخدمش نظارة بعد الاربعين بيحتاج نظارة قراءة دي نظارة بسيطة خالص في سنة حقيقة انت لو شايف البعيد كويس يعني انت اجريت الاختبار اللي عملناه من شوية انا اعلم حبيبك هل الدوخة لا احنا ما عندناش حاجة في العين بتعمل دوخة خالص الدوخة هي اما ضغط سواء عالي او واطي يا اما انيميا يا اما التهاف في الازن يا اما لقدر الله لو عندك سكر او الدم ما بيوصلش المخ كويس لكن احنا ما عندناش سبب في العين يعمل دوخة ممكن في العين يعمل زغلالة او اطراف في الرؤية لكن ما يأثرش خالص على الدوخة فعاوز حيك تكشف باطني الاول وتعمل تحليل سكر وصورة دم وتقيس ضغطك وان شاء الله يطلع كلام بسيط وما فيش فيه اي مشكلة بالنسبة لنظارة القراءة دي هتحتاج نظارة زائد اتنين ممكن تجيبها حتى من بتاع النظارات العاية وصلت الاجابة ما يشفان نكمل مع حضراتكم تاني يبقى احنا كنا لسه بنتكلم في النقطة دي ان الشخص الطبيعي اللي هو بيقول ما شاء الله كان شايف ستة على ستة طوله العمر بعد ما عدى الاربعين قدرة عضلات العين على المحكاة او الرؤية القريبة اختلفت فبنحتاج نظارة قراءة او انه يضطر يمسك الموبايل يعني ممكن تلاقي واحد يمسك الموبايل بعده كده طبعا ما فيش حد يستحمل نعمل كده على طول فاذا كان شغله بيتطلب مجهود كتير او فترة كبيرة من الاستمرارية فبيفضل ان احنا نكشف على النظر ونتطمن ان مفيش اي مشكلة اخرى لان برضو مع تقدم العمر سعب بيحصل تغيرات في مركز الابصار بتأثر اكتر على الرؤية القريبة فدي محتاجين برضو ليها فحص فإما لو هو شايف كويس جدا البعيد وعمل اختبار العملنا من شوية وشاف كل العلامات نحتاج نظارة قراءة زائد اتنين عشان هو سنه 48 سنة لو ظروفه مش سامحه انه يكشف ممكن يشتريها الجهزة دي طالما الحمد لله الامور كويس الشخص بقى اللي عمل الليزي كويسينه صغير بيستفيد كويس جدا يعني مثلا طلبة الجامعة بيبقوا شايفين كويس جدا في المحاضرات ما بيحتاجوش يسوق العربية بنضارة بيتفرج على التلفزيون بيقعد على الكمبيوتر عنده لابتوب عنده تابلت كل ده بيحتاج عينه العادية وبيبقى رؤية جيدة جدا اتفقنا ان تقنية بتحسن الرؤية في 98% من الناس اكتر من الرؤية العادية دي ممكن نشوفها في الصورة اللي جاية ان شاء الله لو حضرتك لو مخرجنا الكريم ينزل الصورة اللي بعد كده دي الليزر العادي احنا جايبين صورة يعني بسيطة خالص بتقول ان الليزر ده بنعمله على سطح العين من بره عشان الناس تبقى متطمنة احنا للعين بتطلع بره العين زي ما كانت بعض الناس معتقدة ولا بنفتحها ولا بنيجي جنبها خالص ولا مشرت ولا حديد ولا خالص ده هو شوعة من الليزر بينزل على سطح العين في خلال خمس دقايق لكل عين لوحدها بيغير شكل قرانية العين بصورة متناهية الصغر يعني حاجة محدش يفكر انها ممكن تبان لأي حد وبعد كده ترجع الرؤية تتحسن تاني الصورة اللي بعد كده دي تقنية الكاستام فيو لو حضراتكم شايفين احنا بنشبهها ببصمة العين بصمة العين يعني ايه يعني احنا بناخد للآيرس او قزحية العين صورة بتخش جوه عشان وضع الجسم لما بنصور القزحية بيختلف لما بينام فبنعمل حاجة اسمها وبعد كده بينزل الشعاع بتاع الليزر على نفس النقط اللي صورها بالضبط فبيحصل المريض على تقنية اسمها الكاستام فيو الصورة اللي بعد كده 98% من الناس اللي عملت الليزج بتقنية الكاستام فيو بيشوفوا اكتر من 6 على 6 والكلام ده من شركة فيزيكس الشركة المعتمدة لدى وكالة الفضاء الامريكية ناسا والجهاز ده في فضل الله موجود عندنا دلوقتي في مصر يقدر يستفاد منه الناس ويمكن احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا عاملين خصم الحد عيد الاطحى المبارك 500 جنيه على عملية الليزج بتقنية الكاستام فيو عشان نوري الناس الفرق ما بين الليزج العادي وبين تقنية الكاستام كل اللي مطلوب ان الحدريك تخش بس على الموقع بتاعنا www.eglazic.com وتسجل واحنا ان شاء الله هيتصل بيك فريق العمل معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور لو سمحت انا 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 بتعالج من نظر جلدي بقالي حوالي ثلاث سنين داخل كورتزون تمام وابتضخ 11 حدية عس كورتين طب معلش عاوزك توطي التلفزيون شوي عاوزك توطي الصوت شوي عام خطاب عاوزك توطي الصوت شوي عام خطاب حاضر اتفضل انا سمعك كنت بتاخد هستا كورتين 11 قرص في اليوم وقصرت على عينك هل عملت ميا بيضة ولا ميا زرقة لأ قلت لك عدسة على القرميتين طيب انت سنك كم سنة ورحت حضرتك ورحت حضرتك انا عملت زرق عدسة بالموجات الصوتية يبقى عملت لك ميا بيضة زرق العدسة بنعمله في حالات الميا البيض وده الماشي مع الكلام فعلا قلولي حضرتك عندك ميا بيضة وعندك عتمع قررانية طيب الرؤية اخبرة ايه؟ وكانت عدقة كويش تمام ايه اللي حصل بقى؟ حضرتك رجع لي ايه؟ يعني المرض الجلدي تاني فدوني سيليو جريد واميوارم اميوران اميوران اعم احلا فلاقيت غشاوة على العناية تاني اللي ضعف الانصار في العين الشمال اللي حفظتها العدسة المرض اللي اعمل ايه دكتور القزحي والالتهاب القزحي لما بيحصل منه مضاعفات بيعمل ميا بيضة الميا البيضة للاسف حتى ممكن بعد ما نعملها يرجع يحصل الارتشاح في مركز الابصار فبنحتاج حاجة اسمها حقن في الجسم الزجاجي وممكن نحتاج ليزر او في بعض الاحيان حاجة اسمها استقصال جسم الزجاجي فالموضوع محتاج دكتور عيون كويس يبص على حضرتك ونتأكد اذا كان فعلا التشخيص زي ما انا قلت كده يبقى علاجه بسيط الكورتزون احنا بنستخدمه عشان يحمي من مشاكل تانية ممكن ده حصل من مضاعفات الباسد فاذا كان مضطرين ليه فما فيش منه مشكلة لكن نقدر نحمي العين عن طريق بعض التدخلات ان شاء الله هنرجع لحضرتكم تاني وقلنا ان 98% من حالات الكاستام فيو ليزيك بجهاز الفيزيكس او الاي ليزيك بيستفاد انه بيشوف اكتر من 6 على 6 وده التقنية المعتمدة لدى ناسا وكيالة الفضاء الامريكية عشان تعالج عيون الطيرين بيحصلوا على صورة عالية جدا وبيقدروا شوفوا حتى الرؤية اللي يلاقي عندهم بيحصلش فيها الطرق بس ده طبعا متوقف على فحوصات معين ده ما بينفعش لكل الناس يعني التقنية دي هي متوفرة وموجودة لكن بناءا على الفحوصات بتاعت حضرتك اللي احنا بدأناها من الاول قلنا بنصور بالبنتكام او الكاميرا الخماسية وده بتطلع علينا سمك قرانية العين بالاضافة للعيوب اللي عندك اللي هي قصر النظر او طول النظر او الاستجماتيزم بيزيد علينا بقى في هذه التقنية جهاز اسمه بفضل الله متوفر عندنا وده يمكن عدد اللي موجودين في مصر لا يتعدى جهازين او تلاتة الجهاز ده بيطلع عيوب الابصار الاخرى اللي اسمها الابريشن او الانحرافات غير قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم وده اللي بنقدر بإذن الله نصلحها بتقنية الكاستم فيو فتحصل على رؤية عالية الدقة عندنا كمان الفيمتوليزك الفرق بين الفيمتوليزك والليزك ان الليزك بيجرى عن طريق جهاز اسمه المايكرو كيراتوم لكن التقنية كلها هي هي يعني تصحيح النظر بيتم كله كله عن طريق جهاز الليزك بتقنية الإكزايمر ليزر لكن الفيمتوليزك عن الليزك العادي ان الفيمتوليزك العملية كلها بتتم بتقنية الليزر ودي الصورة اللي جاية لو اخر صورة حتى ما فيش مشكلة نقدر نبص عليها هي دي تقنية العين ما بتتلمسش يعني تقريبا المريض ما بيحسش بحاجة خالص في تقنية الليزك العادي بنحس بألم مش ألم ضغطة على العين حوالي خمس ثواني في كل عين لكن في الفيمتوليزك ما بيقاش فيه أي ألم تماما وعملية الفيمتوليزك أمنة بنسبة 100% لكن النتائج هي هي بالزبط عاوزين بس نبقى أمنا ان نتيجة الفيمتوليزك هي هي نتيجة الليزك الفرق فقط في خطوات العملية أن واحد بيحس بألم خفيف واحد ما بيحسش بألم نهائي برضو بتتوقف على طبيعة الشخص أو خوفه أو عدم خوفه الحاجة الأخيرة قلنا أنه ممكن يجي الشخص عنده ضعف في النظر وجاي معتقد أنه مشكلته في الليزك ونفوج أنه عنده مشكلة تانية أنه عنده مشكلة في القرانية أو مشكلة في عدسة العين أو ضغط العين عالي أو مشكلة في الجسم الزجاجي أو في شبكية العين أو في مركز الإبصار أو في العصب البصر ده اللي بإذن الله هنتكلم فيه بعد كده في الحلقات الجاية بالتفصيل هنتكلم عن زرع العدسات وأنواعه هنتكلم عن زرع القرانية وإزاي بنستخدم تقنية الفيمتوليزر المتوفرة دلوقتي بفضل اللاب في مصر هنتكلم عن علاج أمراض الشبكية والارتشاح والنزيف عن طريق حقن الجسم الزجاجي هنتكلم عن مضاعفات مرض السكر هنتكلم عن الجلوكومة وارتفاع ضغط العين هنتكلم عن دمور مركز الإبصار مع تقدم العمر والأمراض الوراثية وهنتكلم عن دمور العصب البصري هنتكلم كمان عن الحوال في الأطفال لإنه شغل ناس كتير جدا 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 أرجو أن أنتوا تكونوا استفدتم الحلقة بإذن الله أشوفكم في الأسبوع الجاي نفس المعاد بإذن الله كان معكم الدكتور عصام حسن استشاري جراحات العيون والليزك إلى أن ألقاكم في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي أحدث وأكبر مركز متخصص في جراحات العيون والليزك في قلب مصر الجديدة وحدة تصحيح الإبصار بالليزك أحدث وأدق جهاز في العالم لتصحيح قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزن والحاصل على شهادة الـ FDA الأمريكية وهي أعلى شهادة جودة في المجالات الطبية ولأول مرة في مصر وحدة الـ IDC لتحديد أدق عيوب القرانية وإصلاحها بتقنية الـ Custom View للحصول على أفضل رؤية Supervision والمعتمدة لدى وكالة الفضاء والطيران الأمريكية NASA والتي تمكنك من الرؤية أفضل من النظارة بصورة ملحوظة بالإضافة إلى كاميرا التصوير الخماسية Pinta Cam لإعطاء أعلى نسبة أمان تخلص من نظاراتك الطبية إلى الأبد وشاهد العالم بشكل جديد وحدة جراحات العيون المتقدمة غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لجراحات المياه البيضاء والزرقاء وزرع العدسات وعلاج القرانية المخروطية بالليزر والأشعة الفوق البنفسجية عمليات زرع القرانية عمليات الحوال للأطفال والكبار جراحات الشبكية والجسم الزجاجي وتجميل العيون والجفون وحدة الليزر العلاجي الأرجون ليزر لعلاج أمراض الشبكية والارتشاح السكري ونزيف الشبكية الياج ليزر لعلاج الجلوكوما ومسح العدسة بعد عملية المياه البيضاء وحدة فحوصات العيون المتطورة الموجات السوتية للعين تطوير قاع العين بالسبغة الأشعة المقطعية للشبكية والعصب البصري مجال الإبصار بالكمبيوتر مقاس عدسة العين لعمليات المياه البيضاء تصوير القرانية وقياس سمك القرانية فحوصات زرع العدسات ولأول مرة في مصر وحدة علاج أمراض العيون بالخلايا الجزعية فريق أعمل متكامل ومدرب على أعلى مستوى من أخصائيين البصريات وأطكم التمريض لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eglesic.com مركز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك مستقبل علاج ضعف الإبصار الآن في مصر 011-16-66 88-9 011-15-70-157 26-57 645-5 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر السح